اشتركوا في القناة 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 فيها شي كلها لبره يعني كلها لبره يعني تخيلوا قديش هنا عم يستفادوا منا ما تقولوا انه انا مقاطعتي ما رح اتفيد بشي او انا و انا و انا لا بتفيد بتفيد و بتعمل فرق والمظاهرات بيعملوا فرق وكل شي كدش ممكن يعمل فرق ما باعف هذا الفيديو رح ينحذف رح تتسكر قناتي بس بدي احكيه فكل شي انت قادر عليه عمليه والله كل شي انت اا انت او انت قادرين انكم تعملوه اعملوه لانه هي مو بس قضية عربية ولا هي قضية دينية قضية انسانية لضحيتهم هنن اشخاص واطفال ونساء ما انهم ذنب ابرية هلا انا عم احكي خارج لطاقة المحتوى بس عن جد انا كتير حاولت قادر الامكان اني ما احكي بس ما عدا قدرت هلا قلبي تعبين على الانستجرام بيعرف انا قديش عم انشر عم انشر عنهم بشكل يومي يعني انا عم انشر بليوم 6-7 عم افتح انستجرام بس لحتى اعرف شو عم يصير وما عدا الاخبار الاخبار شغال 24 ساعة الا اذا بنتي زهقت وملت بشيغلة فوالله ام اضبضبت الصالون اخدتني الحكي ونظفته من الغبرة ومسحته كان فيك شوية طبعات ايد بنتي على اخزانة التلفزيون مسحته كمان امت عملت قهوة لديم انه من زمان ما شربت قهوة لتخليني اشرب اليوم واتفرج على الاخبار وعندي كمان هاد الكتاب هاده جوتي جاملية لحتى اتعلم منه تركي فكرة كتير ظريفة وكتير غريب هو تركي محكي يعني شوفوا الترجمة بالعربية العامية شوفوا هيكي فيه كلمات اوقات ممكن ما اتلقوه بالترجمة التركية بس بهاده الكتاب حرفيا كل شي فيه عن جد بنصح يلي عم يتعلم تركي وهم في تركيا يشتري لهاد الكتاب كتير ممتاز ممتاز يعني بعطيه عشرة من عشرة كتير حبيته فقلت لازم هيكي شوي نمي لغتي التركية لانه لما عم اطلع عم حس حالي مثل التمثال بس هيكي يحكوا معي قعد انا وقتسم وهم طبيعة الاتراك حرام يعني انه لما يحكي لما يشوفك حتى لو ما بتاع في تركيا يحاولوا يحكي معك عرفتوا انه يحاولوا يفهموا منك يحاولوا يعني مو انه بيطنشوكي وما بيردوا وهيكي يعني لا بيحاولوا فقلت لازم لابد منه معاني اطعت فترة كتير منها اتخلص انا حاس حالي معاني متستقرة هون رح اقطع تعلمي للغة التركية بعدين اتلاق خلاص بدي اتعلم حابة كمان بصراحة اتعلم اللغة الانجليزية كتير كتير حابة اعمل شيء هيكي شيء بحياتي عرفتوا لانه في كتير امور انا بطلت في كتير امور انا اتخليت عنها هيكي عم حاول مقدر امكان تكون اعمل كل شيء شغلات ما انا مليحة ما انا مناسبة بتضيع لي وقتي بتاخدلي نهاري اطعت فالحمد الله عم يصير عندي وقت فراغ بنهاري فبدي استغله بشي فيدني بدي استغله بشي استفاد منه مع الايام وكتير حابة اتعلم لغة انجليزية اللي انا عندي طبعا عندي معرفة بس مو كل شي كل شي بس بعرف يعني بعتبر ممتاز بالنسبة لانه انا بنت انا دارسة بس للصف السابع على فكرة يعني انا ما مكملة دراستي الا للصف السابع ابتدائي فقط فبالنسبة لابنت دارسة بس لصف سابع ابتدائي بعتبر ممتاز باللغة الانجليزية طبعا اغلب الانجليزي تعلمته بالمدرسة والباقي تعلمته من على التليفون حتى هلا اكتشفت انه لما عم بشوف فيديوهات مثلا تشوف احيانا فيلوغات بالانجليزي انترجم عم حس انه كمان عم لقط منهم كلمات فوالله حابة كمان هيك اتعلم انجليزي وتعلم تركي كمان انه لازم لي تركي هون بتركيا صباعي هونك بعد ما شبيت قهبة وروقت وكذا انتصار وقت الفطور طبعا هون انا كنت فايقة بكير الحمدلله صرت فيق بكير كنت قابل فيه متأخر وتعباني وكذا وهذا فقلت لأوم اعمل الفطور حطيت الفطور السوري الشهير او فطور بلاد الشام قد ما تعددت الانواع الفطور مستحيل انا ما بلفه بدور قد ما نفيد برجع للفطور هذا البسيط بحبه كتير وبحس هو اكتر فطور بيشبعني او اكتر فطور بحبه وما بعرف ليش بيذكرني ايك كتير باجواء سورية وباللمة لمة العيلة وكذا فكتير بحبه فا ايه والله متحطيت مكدوس هذا المكدوس الشغل ايدي عملته تقريبا من شهرين او ثلاثة بيجنن كتير 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 طيب حطيت كمان لبنة زيت وزعتر زيتون عطون وعملت شاي وهي كان فطورنا الف الحمدلله يا رب الله يديمها النعمة ويحفظها من الزوان موسيقى 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 اشتركوا في القناة بيزعل الموضوع قد ما بشرح لكم انا قاعدة عم صور وشي بس هذا ما بيعني انا ضنشي على الموضوع او نسياني او لا مبالي والله العظيم كل وقتي انا بروح والله بطبخ برجع اتفرج على الاخبار برجع اتفرج على الاخبار عم اطلع برا ارجع ركض اتفرج على الاخبار لازم نكون معهم عن جد هاي القضية لازم انه حاول قد الامكان نكون متفاعلين فيها لانه هو موترند صبايا هو موترند هو موشي هلأ طالع موت هو موشي خلص طلعنا اول شين كنا معهم بعدين منخفف منخفف ما لازم نتعب ما لازم منتدايق ما لازم خلص نقول ما عد نقدر ننشر واتعبنا وما عد وبدنا نخفف عن حالنا لا لازم نضل عم ننشر انا قلت لكم انه اليوتيوب عندي بيحذر هيك شي حرفتوه هلأ الانستجرام لحد الآن ما عطوني ولا تهزير الحمدلله بس هون باليوتيوب عم بيعطوني تحزير وهنيك الانستجرام غير اليوتيوب انستجرام بتنشي العالم قاعدة عم تفرج على ستوريات هون ما في ستوريات او شي يعني ما في أنا كلمة صار شي اجي صور فيديو انشر عرفتو انه صار كذا كذا فعلى الانستجرام عمكون هونيك موجودة ومتفعلة فكذفونا على الانستجرام كمان ما تنسو هلأ هون صبايا احترت شو اعمل اكل يا الله عنجد عملت كل شي طبخات بديني عملتها ماذا لشي ما عملت غربي عربي حتى هندي عملت ما خلت شي تركي عملت فقلت والله بدي اقلي بطاطا من زمان مقليت بطاطا مقلية وبدي اعمل صلاطة هي صلاطة انا كتير بحبة صلاطة المفضلة هي عبارة عن خيار وبنادورة وبصل وفليفلة خضرة فقط وبدي اعمل كمان كببينية كببة عدس هي انا اكتر من المرة ورشيت فوقه بس الاخضر هي الكببة كتير كتير طيبة فضيعة كمان بنصحكو نجربوها وهي كان اكلنا يعني هيك كيف ما ان كان ان المهم شي غير عرفتوا انه شي مللنا من الرز والمرغل والمرأات والشوربات بدي شي هيك حيالله مرأت اليوم بوقتها انه اي شي ناكله والله وهلأ هون كان جدي جاي بترلشة هي اكله تركيه كتير كتير طيبه هو كيك كيك عبارة عن كيك مغرق بالحليب كتير طيب اشوفوا منزوع وشو من العلبة بيحطوا فوق صوص صوص فريز او صوص كراميل او في كتير انواع وكريمة بيضة كتير طيب رح جرب اعمل وشي يوم ولكم عالطريقة هو بيجي بارد بيحط بيشربو حليب بيعبو حليب وبيحطوه بالبرات فعلت والله كي منحط ومنأكل ولهون بكون وسط لنهاية الفيديو بتمنى يكون عجبكم ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل شديد انا برسله وصلاقي ما تشتركوا لايك وتعلقوا لي تعليق حلو لانه هات الشي كمان بيساعدني بيرفعني القناة بيرفعني الفيديو تابعي لحتى يوصل لناس اكتر وبتشكركم كتير على لطفكم وعلى تعليقاتكم الحلوة اللطيفة وبأمان الله